شحنة جديدة من المساعدات الطبية تصل إلى صنعاء ضمن جهد إقليمي ودولي لمواجهة وباء الكليرا في اليمن وتضم أحدث شحنة من هذه المساعدات الدوائية 71 طن مقدمة من اليونسيف ليصل حجم ما قدمته هذه المنظمة إلى 171 طن وينصرف معظم الجهد الدولي الحالي إلى المناطق التي تشهد الانتشار الأكبر للوباء وتضم صنعاء وحج وعمران والحدي دوائب إلى جانب محافظة تعز التي لا تزال تعاني حتى الآن من نقص في الامدادات الدوائية نتيجة استمرار الحصار المفروض عليها من جانب الانقلابيين الكليرا والفساد متلازمة الانقلاب التي تفتك باليمن في هذه المرحلة وسط اتهامات من جانب الحكومة للميليشيا الانقلابية بمصادرة الأدوية وبيعها في السوق السوداء وتوظيف عائداتها لتغذية العملية المالية السرية وجهد بناء الثروة التي يتورط فيها مقربون من زعيم الميليشيا عبر الإفادة من تجارة المواد الأساسية ومصادرة المساعدات الإغاثية وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فاتح كان قد أدان في وقت سابق بشدة إقدام الميليشيات الانقلابية على تعكير حياة أبناء الشعب اليمني والمتجرة بأدوية الكليرا فائلا إن هذه التصرفات زادت من مضاعفة المعاناة الإنسانية لكثير من أبناء المحافظات المنكوبة بهذا الوباء أكثر من 1700 حالة وفاة وأكثر من 326 ألف اجتباه بالإصابة أرقام كارثية في بلد تطحنه الحرب ويواجه صعوبة في تدفق الإمدادات مؤشرات بالغة الخطورة خففت من وطأتها الأنباء الجيدة بشأن انحسار في مساحة انتشار الوباء وارتفاعا في نسبة الاستشفاء منه صادرت عن نائب وزير الصحة العام والسكان الدكتور عبدالله دحان الدكتور عبدالله دحان أكد أن نسبة الاستشفاء من وباء الكوليرا بلغت ما يقارب 98% في ظل توفر مخزون كبير من الأدوية المخصصة لمواجهة هذا الوباء بحسب قوله مؤشرات متفائلة لا تقلل من مخاطر هذا الوباء الذي لا يزال يفتك حتى اللحظة بالعشرات من الحالات المصابة اشتركوا في القناة